تشهد العلاقات الثنائية بين شات والنيجر تطورا ملحوظا في شتى المجالة ويظهر ذلك جليا في الرسائل المتبادلة على مستوى القيادتين من أجل تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين وتتواصل المشاورات بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث بعث رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبيتنور رسالة إلى نظيره النيجري الجنرال عبد الرحمن تشياني عبر وزير الدولة ألمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد أحمد الحبو مفاذها تقوية العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا المطروحة على طاولة البلدين وخلال خروجه من المقابلة صرح الدكتور محمد أحمد الحبو بأن شات والنيجر تربطهما علاقات متميزة ولابد من طرح القضايا المتعلقة بالبلدين وتطوير أوجه التعاون الممتد منذ قرون بين نيامي وأنجمناه وتؤكد هذه الزيارة رغبة زاعمين محمد إدريس ديبيتنور عبد الرحمن تشياني على تعميق أواصر الأخوة بين الشعبين وخلال إقامتهم بمدينة نيامي التقى الوفد الشادي برئيس الوزراء النيجري علي محمد لمينزين الذي يؤكد هو الآخر على التزام النيجر بمواصلة هذا التعاون الثنائي والتبادلات الاستثمارية والعمل على رفاهية الشعبين الشادي والنيجري اشتركوا في القناة